طيب النهاردة الاهلي وي الزمالك كعملوا مباراة كبيرة جدا في كرة السلة مباراة سيناريوهاتها خيالية هيكون السلة دايما كده سيناريوهاتها خيالية النادي الاهلي كسب الزمالك 86 85 في المباراة اللي جامعت الفريقين مساء اليوم الاثنين في الجولة 11 من بطولة الدوري السوبر اللي بتقام بصالة عبد الرحمن فوزي بميت عقبة الزمالك كان متقدم قبل خمس ثواني على نهاية المباراة 85 83 طيب ايه اللي حصل شوفوا بقى التفاصيلة دي 85 83 تلاتة وتمانين قبل خمس ثواني من نهاية المباراة خلاص الأمور تحسم يعني عشتعرفوا ممكن تصرف لاعب يهد المعبد يعني كل حاجة يتمشى كويس بالنسبة للزمالك أحمد ياسر عبد الوهاب لاعب نادي الزمالك راح لدكة الاهلي شاول لهم بالعلامة اللي هي انتوا عارفينها قالوا خلاص احنا كسبانين وش عارفينها الحاجات اللي هي بتتعامل صغيرة يعني مش لازمة يعني دي رياضة ولعب ومبسط طيب وجستي مدرب النادي الاهلي راح للحكم نبهه فالحكم احتسب رمية إضافية للأهلي تمام واستحواز يعني الأهلي خاد رمية إضافية واستحواز بسبب نتيجة خطأ فني على لاعب نادي الزمالك بسبب الحركة اللي عملها الأهلي نجح في تسجيل الرمية فبقى الفرق بقى الفرق نقطة واحد بعد كده النادي الاهلي استأنف نقطتين عفوا بعد كده النادي الاهلي استأنف اللعب من منتصف الملعب وصلة الكرة لأحمد مهيب اللي بيسجل سلاسية قاتلة في آخر ثانية في آخر ثانية عشان يفوز النادي الاهلي في نهاية المباراة بفرق نقطة طيب واحد من النجوم بسكة الاهلي واحد من النجوم اليوم واحد من النجوم لعبي النادي الاهلي في كرة السلة على مدار الموسم ده والموسم المضاية النجم كابتن إيهاب أمين كابتن إيهاب اليوم مبروك الفوز النهاردة فوز غالي وأكيد مسير جدا ليك والزمائلك كابتن كريم الله بارك وحرارك ربنا شعليك الحمد لله لأ أنا بس قبل ما أخش في تفاصيل المباراة بشكل كامل أنا عايزك تحكي معايا كده تفاصيل آخر خمس ثواني في هذه المباراة الدراماتيكية المسيرة جدا يمكن زي ما أراك قلت تقريبا بالزبط يعني هو كرة كانت معينا في حيزتنا هو كان فينا فاول شوتينج فإحنا كرة مفروض كريكية كنا ناخدها كوتش ميستر ريجوستي طالت تايم آوت عشان يتكلم معنا في الخطة لننفذها قبل التايم آوت حصل السلوك الغير ياضي فالحاكم حسب تاكنيك الفاول فده بيأدي الشوطة لنا ونحن كده كده كان معنا الاستخدام من نص الملعب فالمحترف بتاعنا مايكل تومسن جاء بالشوطة بقى فارق 2 وبعدين نفذنا التايم آوت كان عندنا وقت ان احنا نشوف الخطة اللي نعملها في آخر خمس ثواني وبالفعل يمكن مايكل تومسن دخل وعمل باصة هاي لأحمد مهيب وأحمد مهيب في آخر ثانية في الماتش سلاثية من الكورنر الماتش خلال 86-85 ويمكن ديل الباسكت يعني الرياضة يعطي الهجمة ممكن أو هجمتين هما اللي بيخلصوا الماتشات صح درما بس في أي لحظة من لحظات حسيتوا بالياس الأمور راحت خلاص المباراة راحت بالنسبة لكم لا يعني احنا طول الماتش اعتقد دي حاجة يعني مهمة قوي للفرقة السنية دي ان احنا لما بيحصل علينا رن وده بيحصل في الباسكت كتير ان انت ممكن فرقة مرة واحدة تعمل تان او رن أو اكتر نحنا بنمسك في بعض وبنبدل عندنا يقين ان احنا في آخر الماتش ممكن يجي لنا فرصة وان احنا نكسب الماتش فيعني بشكر اللعيبة كلهم والجهاز الفني ان احنا فضلنا مسكين في بعض حتى لما زمالك عمل علينا رن في الشوت الرابع ان احنا فضلنا مسكين في بعض صح شكل الفرقة تغير بصراحة تماما مع وجود اوجستي بصراحة انجازات ومباريات وحتى الشغل الفني حتى اللي ما يفرقش على باسكت او يفهم في امور فنية في الباسكت حاسس بالفرق مع اوجستي المدير الفني للنادي الاهدي طبعا المدرب الكبير ويمكن هو بيعتقد باجل اسمار اللي حصل لنا اخر سنتين قبل ما هو يجي طبعا البداية السنة دي كانت موفقة تدينا دافع ان احنا اهمهم تلطين في اخر السيزن اللي هم الجاس والدوري ان احنا ننفس عليهم بكل قوة وده الهدف بتاعنا يمكن احنا الدوري طويل اوي لسه يعني هخلص تريبهم بشهر 15-16 المتشاط دي طبعا مهمة بس الاهم المتشاط الاكسائية اللي بتليافس اللي هتتريب على التوقف ان شاء الله صحيح كابتن يا عب أمين لعب فريق بسكت النادي الاهلي انا بشكرك شكرا جزيلا لهذه المدخلة ومليون مبروك الفوز اليوم على نادي الزمالك طبعا للاعبي نادي الزمالك وجهازهم الفني عملوا ايضا مباراة كبيرة